السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم متابعين الورشة في كل مكان هكلمكم النهاردة في موضوع مهم جدا وهو ازاي اختار التكيف المتاعي وازاي يكون مناسب لحجم الغرفة اللي انا قاعد فيها علشان التكيف اضمن ان هو يفصل ويوفر لي في الكهرباء طبعا الموضوع الفصل بتاع التكيف هيوفر معي في فاتورة الكهرباء فان من البداية لازم اعرف اشتري التكيف ازاي اشتري قد ايه كم حصان والفيديو النهاردة موجه للمصريين لان الخليجين بيحسبوا بالطن والمرة الجاية برضو ممكن نتكلم في الموضوع ده لكن النهاردة خلينا نتكلم عن مصر ان احنا هنا خلينا نتفق ان احنا بنشتري التكيف بول حصان يعني واحد حصان واحد ونص حصان اثنين وربع تلات حصان وهكذا لكن خلينا بس في الاول نفهم ان التكيف يا جماعة لما بنشتري قدرته المناسبة بيوفر في الكهرباء ازاي لانه بيفصل لو انا اشتريته اقل من مساحة المكان او مش مناسب لمساحة المكان التكيف بتاعي ما بيفصلش وبالتالي هنا هدفع فطورة الكهرباء اعدى فتعالوا الاول بعد ما نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نفهم القصة مش هزاي حشان اشتري تكيف مناسب لحجم الغرفة بتاعتي لازم افهم القانون ده يعني مثلا انا عندي الاوضة بتاعتي اللي هشتري لها تكيف دي هنتفق مثلا الاوضة دي كم محتاجة اعرف طولها وعرضها وارتفاعها يعني مثلا ثلاثة فاربعة في خمسة مثلا طيب الاوضة دي محتاجة تكيف قد ايه كده انا عرفت طولها وارتفاعها وعرضها بس يهد علي لازم افهمه كمان القوضة دي معرضة للشمس ولا لا طيب مش معرضة للشمس طيب فيها احمال متكررة ولا لا يعني ايه احمال متكررة انت هتغلبنا معك ليه يعني مثلا قطت الصالة بتاعتي انامش زي قطت الصالة بتاع الطبيب مثلا اللي بالاحمال فيها بتتكرر الناس بتطلع وتدخل فهنا ده اسم حمل متكرر لكن المكان السابت خلاص هو سابت القوضة المتعرضة للشمس سواء من الحطان او من السقف برضو هنا بتفرق معي فخلينا نقول ان الحمل المتكرر اللي هو القوضة اللي بيتحرك فيها ناس هنحسبها زيها زي القوضة المعرضة للشمس والقوضة اللي زي الصالة بتاعتي دي اللي هي ما فياش حد بيدخلها او اللي بيدخل خلاص بيقفل باب وراو بقى حمضة ثابت هنحسب لها حساب تاني طيب نقصر في الكلام يا عم محمد وقولي احسب التكيف بتاعي كام حصان ازاي بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم انا قلت الطول في العرض في الارتفاع يعني طول القوضة في عرضها في ارتفاع الحائط هيطلعوا مثلا انا قول 3 في 4 في 5 مثلا لو القوضة دي حمل متكرر او لو القوضة دي عليها اشعة الشمس سواء كنت دور اخير او الشمس بتضرب في الحائط بتاع بتاع النحية دي مثلا اللي وراي او اللي جنبي يبقى هنا انا هضرب الرقم اللي هيطلع لي من الطول والعرض والارتفاع في 3 مية يعني اقول 3 في 4 في 5 في 3 مية تمام طيب لو انا لقى يا عم انا مش مش دور اخير ومعندي الشمس الحمد لله او انا عندي القوضة بتاعتي معزول حراري احنا عايشين في برج مثلا البرج ده او هو بتبني عمل حسابهم فعزلوه عملوه عملية عزل حراري فالحوائل دايما يعني اه درجة حالتها كويس او السعف دايما درجة حالتها كويس يبقى هنا انا مش محتاج التلتمية هضرب في ماتين وخمسين يبقى الطول في العرض في الارتفاع في ماتين وخمسين تمام 3 في 4 في 5 في ماتين وخمسين هنفترض اننا في دور اخير يبقى هضرب في تلتمية هنفترض اننا حمل متكرر هضرب في تلتمية طيب عشان برضو العملية ايه التلتمية وايه الماتين وخمسين دي اسمها وحدة الوحدة او السابت بتاع الوحدة الوحدة الحراري فلو انا عندي هنقول تلتمية وحدة حرارية او متين وخمسين واحدة حرارية عاوز اعرف الناتج بالحصان يبقى هنا زي ما احنا بنتعمل في مصر يا جماعة هقول تلاتة واربعة في خمسة في تلتمية على تمن تلاف على تمن تلاف عشان يديني الناتج بالحصان طيب الناتج عندي مثلا طلع واحد ونص يبقى انا كده محتاج تكيف واحد ونص حصان الناتج عندي طلع اتنين يبقى انا هنا اجيب واحد ونص لا ما مفيش تكيف اتنين طب اجيب واحد ونص لا تجيب اتنين وربعة تمام مفهوم الحتة دي يبقى انا بقول الطول في العرض في الابتفاع في تلتمية على تمن تلاف طلع النتج عندي رقم صحيح بقربه لحجم التكيف اللي موجود بس للأعلى يعني مثلا طلع واحد واربعة من عشر يبقى انا هجيب تكيف واحد ونص طلع اتنين يبقى انا هجيب تكيف اتنين وربعة حصان طلع اتنين وتسعة من عشر يبقى انا هجيب تكيف تلاتة حصان طب لو الغرفة عندي معلهاش احمال حرارية يعني الشمس مش ضربة فيها يبقى انا هقول الطول في العرض في الارتفاع في مئتين وخمسين وهقسم على تمن تلاف عشان يطلع للناتج بلحصة هنا عرفنا ازاي نحسب قدرة التكيف في المناسبة لغرفة بتاعتنا وده هيفيدني جدا 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 لان التكيف اولا هيشتغل فترة قليلة ويفصل كويس ويفصل فترة قويس فهنا هضمن ان فترة القرابة هتيجي قليلة وانا مش جايب التكيف قليل عن اللي محتاجها الغرفة فيفضل شغال فترة اطول فادفع فترة اكبر طيب حرارة الحوائط والسقف تخليني احسب على تلتمية بدل متين وخمسين اه انت متعرفش ان التكيف لو انا عامل عزل حراري في المكان يعني الحوائط طب طبعتها بيوفر بالنسبة 25% من الكهرباء يعني لو المكان الحوائط بتاعته بردة التكيف هيوفر تشغيله في حوالي 20% يعني مثلا لو هيشتغل ساعة لم يفصل لو الحوائط بردة لا هيشتغل مثلا نص ساعة يبقى انا وفرته نص ساعة كهرباء وهيفصل ويفضل محافظة لكن لو عندي الشمس ضربة في المكان فالتكيف هيشتغل 25% مقدرته بس عشان يبرد الحوائط والاساس اللي موجود في المكان اللي هي الكورسي والكنبة والطرابيزة والنيش ومش عارف ايه لحد ما يوصلهم لدرجة حيارة الغرفة الطبيعية اللي هي مسلا 27 اتمنى يكون الموضوع بتاعي سهل نحاول تختصر جدا ان شاء الله في الفيديو الجاية هنتعلم مع بعضينا ازاي اعرف الوحدة لو بالطن زي مسلا دول الخليج ولو بالبي تيو وهنا اعرف الفرق ما بين البي تيو والطن والحسن لو الموضوع ده عجبكم ولو عجبكم اذكروا الله في التعليقات صلى على النبي انا مش هولا كيعمل اشتراك ولا فعل زر الجرس ولا دوس لايك ولا عمل اي حاجة انا كل بطلبه منك صلى على النبي في التعليقات الحمد لله احنا عندنا مئة اثنين وتمانين الف مشترك هنا على النيتيوب وعلى الفيس عندنا ستمائة الف على الصفحات فالموضوع عندي ما بقاش شهوة المشاهدات والكلام ده بفضل الله سبحانه وتعالى كل مطلوبه انه هو لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى نلاقي في ميزان حسناتنا صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم او دعواتكم الحلوة لهم السلام عليكم من غير رغض كتير